جديدكم العارفة للطلاب الصف الخامس اليومية الخامس سنتحدث معكم عن الحاسوب والإنسان في مادة الحاسوب لفصل الدراسي الأول يحكي لك في عنا مهام ممكن يقوم فيها الحاسوب يقوم فيها أفضل من الإنسان في عنا مهام متكررة، مهام بسيطة مهام حسابي، العمليات الحسابية والمعهام الخطيرة من أها مهام متكررة في عنا مهام متكررة روتينية، مميل للإنسان مثل تركي براغ السيارات والتي يستخدم بها الرجل الآلي أما المهام البسيطة مثل مهام مقسم رد الاتصالات العمليات الحسابية وإجراء عمليات الحسابية المعقدة وقت طويل وبدها سرعة ودقة أما المهام الخطرة فهي مثل مراقبة التلوث والإشعاعات الضوء البيئي واكتشاف الفضاء الخارج وهي برضو يفضل استخدام الحاسوب أكتر من الإنسان أما المهام التي يكون فيها الإنسان أفضل من الحاسوب في عنا الصحية والتجارية والتفكير والخيال هل الإنسان أحسن بالصحية لأنه بيكون في عنا تواصل بين الطبيب والمريض تجارية ومصرفية أنه لا يفضل الناس تعم مع الرد الآل وسمع الخدمات الغير مهمة من نسبة لهم بفضل تعم مع أشخاص هتا يتعرفش مطلوب منهم والتفكير والخيال الإبداع وهو صفات خاصة بالإنسان ولا يمكن لأي آل التحكم فيها إذن هاي المهام اللي بيكون فيها الحاسوب أفضل من الإنسان وهون أن الإنسان أفضل من الحاسوب أخبرك